انعقد اليوم الخميس بالرباط لاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وتدارس المجلس في بداية أشغاله مشروع قانون يقضي بتنظيم القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات فيما يتعلق المشروع الثاني بتطبيق بعض أحكام القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك واختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا تبقى لأحكام الفصل 92 من الدستور